بالرغم من أهمية الأزمة الحكومية وتهم الفساد التي تطارد رئيسها لياس الفخفاخ وموقف حركة النهضة منها تغط مسألة المؤتمر المقبل للحركة على أعمال الدورة الأربعين لمجلس شورى النهضة المؤتمر المقبل سيكشف اسم رئيس الحركة الجديد فإما احترام القانون الداخلي الذي يمنع الغنوش من المواصلة على رأس الحركة أو تعديله تعديل يحرج قيادات النهضة والغنوش نفسه لا نحن نتجمع ولا نبن علي مع الناش نحن هذه النفاهم الهابطة دفنت مع بن علي مع نظامه نحن نزلنا ما بديناش الحوار في الموضوع هذا بصيفة رسمية في المشهورة ولكن داخل الحركة هنا أراك متعدة ناس كل متفقين على احترام القانون احترام المؤسسات احترام الأجل أن يتم حوار في الحركة يواجه الغنوش داخل النهضة طيارا رافضا للتمديد ومطالبا بالإصلاح بزعامة وزير الصحة الحالي عبداللطيف المكي طيار قد يكون أقلية داخل النهضة لكن مسألة التمديد للغنوش من عدمه ترتبط بمعطيات داخلية وأخرى إقليمية تتعلق بوضع الأخوان المسلمين وداعمهم في المنطقة بحسب متابعي العلاقات الدولية لحركة النهضة ستكون حاسمة في تحديد مصير رجل الغنوشي سواء على رئاس الحركة والبرلمان في نفس الوقت أو التخلي عن الرئاس الحركة لصالح البرلمان يتوقع البعض تأجيل المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة بهدف ترحيل الجدر حول مصير الغنوشي إلى السنة المقبلة تجنبا لما قد يتركه من أثار سلبية على تماسك الحزب تعودت حركة النهضة على إيجاد توليفات غير منتظرة لمشاكلها وصراعاتها الداخلية وهو ما يجعل مسألة التمديد للغنوشي مفتوحة على احتمالات عديدة ترتبط بالتوازنات الداخلية وبموقع الغنوشي نفسه داخل البرلمان التونسي مراد الدلانسي تونس الميادين